اشتركوا في القناة في عقيدة سماوية متكاملة صلب المسيح موت وحياة للبشرية صلب المسيح تاريخ طويل من الزبائح الحيوانية وتاريخ طويل من التبشير في العالم كله بدأ بالمسيح نفسه صلب المسيح اختبار بيعيشه كل مؤمن لكن للأسف شبها لأحدهم أن صلب المسيح كان مجرد خدعة تعالوا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة نبوات صلب المسيح تسقط نظرية شبها لهم تعالوا مع بعض نرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فضوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع يعني تاريخ طويل لصلب المسيح أنت أكيد هتتكلم عن النبوات في العهد القديم لكن صلب المسيح كخطة كتدبير ما أعتقدش أنه بدأ بالحادثة نفسها أكيد بدأ قبل كده هو أصلا قبل ما يبدأ برضو في جنة عدن هو موجود في علم الله يعني هي خطة أزلية ولذلك الكتاب بكل وضوح يتكلم عن دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم يعني ليس هناك مفاجأة على الله ليس هناك أمر جديد مشكلة فنشوف لا حل هذا عندنا إحنا كبشر إنما الله له كل المجد دائما عنده تدبير الأزلي ليس هناك جديد بالنسبة لشبها لهم وأنت بتقولي في المقدمة بداية أنا أنا بقول للأحباء كل سنة وأنتوا طيبين إحنا بنحتفل الأيام دي بشم النسيم يعني كل سنة وأنتوا طيبين أو قبل ذلك ربما على كل الأحوال إحنا بنسجل حلقة ربما تزعف شم النسيم أو قبله على كل الأحوال الحابب أنا أذكر إنه نظرية شبها لهم وإنت بتتكلمي في المقدمة هي ذكرتي إنه أحدهم شبها له فأحدهم هو كاتب القرآن إحنا بنتكلم مش كده؟ صحيح لأنه إحنا شايفين صورة المستشار أحمد ماهر نعم وإحنا الحلقة السابقة تكلمنا عن السبع كلمات الصليب صحيح تسقط نظرية شبها لهم نعم والنهاردة بنكمل عن النبوءات وحنشوف النبوءات كيف لا يمكن تستقيم تثبت تقف نظرية شبها لهم مع النبوءات وتحقيقها يعني مش مجرد نبوءات مش معروف إيه هي لا تم تحقيقها في المسيح ودون التحقيق في الوحي المقدس نعم طيب ما إحنا بنشوف الأحباء المسلمين كتير من النبوءات بيأخذوها ده محمد ده أنتوا أنتوا اللي بتلفقوا النبوءات وتحطوها على المسيح فأنتوا يعني على أي أساس بتأخذوها تحطوها على المسيح طبعا مع هذا الصلب يعني يا ظريف عارفة أنا يعني بنتحك إحنا كمسيحين ليه؟ لأن النبوء بتكون يعني واضحة جدا أنها لا يمكن أن تشمل شخص خارج نطاق إسرائيل ولذلك أنا قلت قبل ذلك إن كان محمد يهوديا أقوله لنا نعم نفس النبوءات اللي بتتأخذ عن محمد بيأخذوها الشيء عن علي وعن الحسين نعم صحيح وبيأخذوها أصحاب أدباء عبد الرحمن أيضا على مؤسس هذه الجماعة يأخذها ميرزا غلام أحمد إن هو برضو يعني داخل فين هو المسيح والمزيف طبعا صحيح فكل يرجع لكتاب الكتب نعم كل يحب أن يجد شرعية لعقدته من كتابنا المقدس نعم والكتاب المقدس يضرب كل هؤلاء في مقتل وعلى كل الأحوال وكتابنا المقدس أمام الجميع وجيد أنهم يتمسحوا به حتى لا يكون عندهم عذر فيما بعد أن الكتاب الذي تمسحتم به كان ينطق بالحق الذي فيه فلا عذر لديكم نعم طيب خلينا نبدأ ونشوف حتى تأخذ الموضوع كيف النهار أنا عايز أبدأ أولا بما قدموا المستشار أحمد ماهر كنا عملنا الفيديو ده الأسبوع السابق والنهار ده كمان علشان يكون معنا المشاهد متابع إحنا بنتكلم عنه طيب فخلينا نشوف الفيديو الوحيد الموجود عندنا ونرجع مرة أخرى يعني أنا عارف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمعارف هم بقى بيقولوا إنه صلب أنا بقى بقولك إنه عندهم حق جان هاريس ودومتين بسبعين طين أنت كفرت بتقول إنه هم عندهم حق أنا ولا كفرت ولا حاك أنا ما كفرتش بس بص افهم 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 ربنا بيقول إيه سعيدنا موسى سعيدنا موسى لما قال للصحراء بل ألقوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن أول من ألقوا قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم واخويه لا إله من سحرهم من سحر للصحراء صحراء دول بنا يدمين واخويه لا إله من سحرهم واخويه لا إله من سحرهم أنها تسعى أنها تعبين فعلا ماشيا حصل إيه بقى لسيدنا موسى سيدنا موسى دخل لبالك إيه ده نابي شديد قوي 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 ومن قول العزم من الرسل وكلمه الله مش أي نابي يعني فأوجس في نفسه خيفة موسى خاف 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 هو إيه وهو من قول العزم ورسول وكلمه الله أيها خاف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعه إنما صنعه كيده سحر ولا يفلح السحر حيث أتم ده مين؟ ده سيدنا موسى سنرجع بقى لموضوعنا بتاع الصليب هم شافوا جماعة المسيحيين القدامة شافوا سيدنا عيسى وهو بيحمل الصليب وبعدين ربطوا في الصليب ورفعوا على الصليب قدام عينيهم ومش واحد والأتنين من شو أنتوا بتقولوا شاهدات قتلك ده جمع رهيب وابو كاوا نحيب موقف رهيب صليب أي صلى الله عليه وسلم ورفع على الصليب ربنا بقى بيقول إيه؟ قول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن إيه؟ زي ما شبه لمين؟ لعيسى يقولوا تصلب ولا ما يقولوش؟ معذورين بتشبيه مين بقى؟ الله لهم مش تشبيه الصحرة شوية عيال بيرموا حبل ومعصيهم بقى الله الله سبحانه العلي العلي الأعلى شبه لهم أنه صلب إذن هو صلب؟ يا فهو صلب في يعني عرفنا أو في مخيلتنا أو في التشبيه اللحظة طبعا إحنا ردينا عشان يكون معنا الأحباء المشاهدين إحنا الحلقة السابقة ردينا على كل هذه الأسئلة اللي ممكن تكون على هذه الفكرة كل الأسئلة تقريبا وأنا النهاردة بقول السحرة اللي هو يتكلم عنهم فأخيي إلى موسى فهل الإله هو كبير السحرة؟ هذا الإله الكبير الذي يقارن مقارنة لا أنسى أن أحيي المستشار أحمد ماهر الرجل يدعو إلى السلام وإلى التعايش وهذا في حد ذاته أمر رائع جداً أنت رجل رائع بشكرك على كل مجهوداتك في محاولة خلق جو من التعايش هذا لا يمنع أننا نختلف معك في هذا الطرح إحنا كنا للحلقة السابقة تكلمنا عن أن شبها لهم هناك سبع كلمات قالها المسيح على الصليب لا يمكن إلا أن تسقط نظرية شبها لهم فلازم لو حد عايز يستفيد ارجعوا للحلقة السابقة والحلقة اللاحقة والحلقة دي طبعاً لأنه الموضوع متكامل بنعمة الرب مع بعض فأنا عاوز أبدأ بمقدمة إذا سمحتي لي في الأول كيف فهم تلاميذ المسيح النبوءات أنها عن المسيح هذا سؤال مهم نعم يعني هل أي شخص يجي يقول الكتاب ده هنا بيتكلم عن النبوة دي نعم لا في أسس عليها بنيت تفاصيل هذه النبوءات مثلاً حبدأ بجزئيتين أساسيتين كيف فهم التلاميذ طيب أولاً المسيح قال لهم وشرح لهم النبوءات بنفسه نعم بعد القيامة المسيح كده مرتين مع تلمزيع مواس مرة ومع التلميذ كل مرة شرح كل النبوءات لوق 24 فقال لهما أيها دول تلمزيع مواس الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء جميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده مجد القيامة والملكوت ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم نعم يعني الكلام الذي كلمتكم به وأنا معكم الآن أشرح لكم من النبوءات بداية من فين؟ من موسى يعني إيه موسى؟ يعني التوراة يعني من سفر التكوين أنا أبدأ معكم من اللي بيقول الكلام ده؟ المسيح لمين؟ لتلاميذه يعني ليش المسيحيون ألفوا على كيفهم زي ما بيألف المسلمين سنة وشيعة وغيرهم كل واحد عاوز يلاقي فرصة في الكتاب أو شرعية له لا الأمر مؤسس بحيث إنك لو أدخلت أو أخرجت ينكشف الأمر زي شبها لهم محاولة إقحام هذه النظرية في الإنجيل تسقط لا يمكن تستقيم فهنا مين إذن؟ فيهموا الزي النبوءات أحنا المسيح من المسيح شخصيا نعم كذلك نكمل كلام المسيح أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني فينا موسى والأنبياء والمزامير ما خلى شيء حين إذن فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب في النبوات وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات يبقى زي شبها لهم سيادة المستشار لا تنفعش هنا شبها لهم ويقوم في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أوروشاليم البداية من أوروشاليم نعم يبقى إذن تلميذ المسيح مؤسسين في أساس ليهم نعم الأساس ده من المسيح شخصيا بعد القيامة ثم من روحه القدوس هل الكلام ده موثق الكلام ده موثق في الإنجيل بس اللي عاوز اللي عاوز يفهم إنما السرقة من الإنجيل مكشوفة الأمر الثاني يقول لهم المسيح لسا احنا في لوقة 24 وها أنتم شهود لذلك وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أوروشاليم الكلام للتلاميذ فأقيم في مدينة أوروشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وبركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء مستشار أحمد ماهر بيقول كان جمعة كبيرة والصليب قدامهم طيب آدي كل التلاميذ والمسيح صاعد قدامهم زي بعد القيامة يعني بعد القيامة شافوه مش بس مجرد صلب شبها لهم دي القيامة عندنا الحلقة الجاهة نتكلم عنها هذا الوقت هنا بعد القيامة شرح لهم النبوءات أكثر من مرة كل النبوءات من التكوين نعم طيب يعني التوراة مزامير وأنبياء ده ده شيء شيء الثاني قال لهم أنتوا ما تطلعوا من أورشالين لحد ما يحل عليكم الروح القدس موعد أبي طيب ده ليه لأنه ده هنا بداية الكنيسة حلول الروح القدس طيب هل حل الروح القدس على التلاميذ؟ له علاقة بالنبوءات أنه يفهموا أكثر ويعرفوا أكثر ويرسخوا ده أكثر ده اللي هنشوف طيب جزا الوعد بحلول البارقليط اللي بيحاولوا يألفوا فيه ده للتلاميذ في عصرهم وقعدوا في أورشالين وبس بعد عشرة أيام من صعود المسيح حل البارقليط على التلاميذ يحنى 14 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يعني كحتت النبوءات اللي هو قال هالم وعلم هالم روح المسيح الذي فيهم على صور المرشد والمعلم والمذكر يحنى 16 وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الكلام لتلاميذ المسيح في عصر تلاميذ المسيح إلى جميع الحق إرشاد هو المرشد لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك اللي هو روح المسيح يمجدني لأنه يأخذ من مالي ويخبركم هنا إحنا إحنا مش ماخدين عقيدة هشة نعم مش معروف جايبينها من فين نعم صحيح إحنا عندنا أساس مبني على الصخر هذا الصخر هو المسيح وبالتالي أي كلمة في الإنجيل أنا ما عندي شيء قاله المسيح خارج هذا الإنجيل ما عندي أحاديث ما عندي ضعيف ما عندي قوي أعاوز أشوف ما الذي قاله المسيح كتاب واحده أرجع لهذا الكتاب لا توجد كلمة خارج هذا الكتاب قالها المسيح أروح أدور عليها أنا عندي من القوة أكثر مما تتخيلوا أو تتصوروا ما عندي ده حديث ضعيف وده موتور وده مش عارفين مين اللي قالوا ومشكلة الرجال هي أكبر مشكلة وقعة فيها الإسلام الحمد لله إحنا عندنا وحي مكتوب ما عندنا فلان عن فلان عن فلان كل هذه التي تخلق أكاذيب كثيرة هذا الوقت المقدمة يعني النبوءات دي إحنا ليه قلنا عن المسيح شرحها المسيح وهو الكلمة وتلاميذ المسيحة اليهود الفهمين اللغة العبرية نعم وبالتالي أخذوا هذه العقيدة من فم المسيح وعاشوا مع المسيح وخرجوا يتكلموا بما رأوا المصلوب الذي مات الذي دفنوه الذي قام الذي تكلم معهم بعد القيامة ورأوه هو صاعد إلى السماء الكلام ما حصل في زاوية ما حصل في غرفة نعم كلام مشهد أمام الكل نعم وأنا هنا كنت عايزة أسألك في حتة التلاميذ شافوا الرب يسوع هو صاعد نعم في حين أنه الرفع هناك ما فيش حد شافه صح أشكري يعني أنت على أي أساس بتجي تعتبر ده دليل أنه ده عيسى أو شبها لهم أو الكلام ده كله أنا عندي شهود شافوا بعيونهم مش بس موضوع الصلب طيب شبها لهم في الصلب وفي الصعود وفي القيامة شبها لهم برضو ولا إيه الحكاية أنا عندي كتابة كتبته زمان رديت فيه على أحمد داد الكذاب الأحمدي اللي بيخدع المسلمين كتاباته بتقول إنه هو أحمدي نعم إنت عايق مش عايزوا أحمدي بيخدعوكم نعم بس إنت عايز تعرفوا أحمدي ولا لا اقرأ كتبه مثلا صلب المسيح بين الحقيقة والافتراك كتابة أنا رديت عليه فهنا لما تتكلم عن تشبيه شبها شبها لهم نعم طيب أين التلاميذ؟ ليه أنتوا خايفين تجيبوا التلاميذ نعم اللي شاقوا ورقوا صحيح صحيح ما ده هيدخلنا في حتة تانية أنا كنت عايزة يعني يعني توضحها أو المهم بتظهر إنه رسالة عيسى رسالة فاشلة بكل المقييس هي رسالة فاشلة عيسى القرآن عيسى القرآن طبعا لأنه أنت جاي تعمل إيه؟ شفيت شوية مرضى قومت كم واحد ميت وبعد شوية خدعة كبيرة للكل بقى وخلاص كده انتهت الرسالة؟ صحيح ايه فشل أكتر من كده يعني؟ بلا شك فشل حتى في القرآن مش واضح هم عايزيني موتولي ما هو زنب المسيح؟ نعم في الإنجيل واضح أنه قال لها نفسه خلاص عايزيني أعتبروه مجدفا نعم لكن الحلوة اللي انت قلتها من شوية ما عايزة تتتوه معانا إنه تلاميش شافه المسيح وهو صاعد إلى السماء نعم انت ما عندك حد شاف شو بها لهم ولا واحد انت دائما عنديكم مشكلة عزيزي المستشار أحمد ماهر يعني قلته الإسراء والمعراج طب ما في حد شافه وحصلت بالليل دلوقتي بتتكلموا عن الشبه مين شافه؟ من الذي شافه الآلية وهي تحدث أنه أخذ هذا شبه هذا على ذاك ولا واحد طب انت ما عندك شهود وإحنا عندنا شهود من نصدق؟ نصدق أي كلام بنص واحد يتيم جاء بعد ستمية سنة مبني على هرتقة هرتقة الغنوسيين اللي كانت الهرتقة أفضل مما قيل في القرآن لا نشرحتها للحلقة السابقة الهرتقة تستكسر صلب المسيح أنه أكي أنتو صلبتوه فعلا وعلقتوه على الصلب لكن ده جسد أثيري لا تستطيع أن تميتوه شبه لكم أنكم تستطيعون لكن ده مش حاصل هذه هي الهرتقة التي حكم عليها المسيحيون أنها هرتقة وبدعة وصلت لرسول الإسلام أخذها ولاكها بلغته ووضعها دون أن يعرف فحواها فإذن أشكرك حتة مهمة جدا أننا عندنا شهود ما عنده شاهد في أي حاجة ما عنده شاهد صحيح حتى الشهادة في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أنت غلق أنت ما شفتش حاجة اسمها أؤمن أن لا إله إلا الله أنت تؤمن لكن شاهدت برؤى العيد ما شهادة فإذن أنا أنتقل دلوقتي إلى النبوآت تفضل وهي نبوآت كثيرة فقط أريد أن أعطي فكرة عن التاريخ يعني أنت ذكرت تاريخ من الزبائح الحيوانية يبدأ من جنة عدم نعم يعني من آدم مرورا بالآباء إذا كان مثلا أيوب كتب في قرن 19 قبل الميلاد تقريبا داود قرن عاشر قبل الميلاد يأتي بعده طبعا فينه أنبياء كثرة أنا بذكر مجرد أمثلة شعياء مثلا قرن 8 قبل الميلاد أرمياء قبل 7 قبل الميلاد زكريا قرن 6 قبل الميلاد كل هؤلاء الأنبياء دائما كانوا بيشيروا إلى المسيح منهم من أشار في طبيعته اللهوتية منهم من تكلم عن خدمته كذبيحة منهم من تكلم عن معجزاته كيف يعني عيون العمي تتفقح الأعرج يقفز كالؤيل إلى آخرين فكل تناوى حتى ميلاد المسيح هو القارية التي سيولد فيها قارية ليس فقط في إسرائيل لا في المدينة في القرية الصغيرة بيت لح إذن هذه الزبيحة الزبيحة المسيح التي قدمها قدم ذاته على الصديب كذبيحة رافقت كل الزبائح التي قدمت ما هي إلا ظل الرمز إلى المسيح ظل هذه الحقيقة في كل العصور من آدم كل الآباء قدموا زبائح لماذا؟ لماذا نرى أولاد آدم الاثنين بيقدموا زبائح؟ بيقدموا قربان ولماذا يقبل من واحد ويرفض من الآخر؟ صحيح هذه أسئلة الكلام موجود في القرآن لماذا تسأل نفسك لماذا يقدم هذه الحمل؟ لماذا يقدم خروف زبيحة؟ نعم ما علاقة أن يكون هناك زبيحة يتقرب بها إلى الله وبدون الزبيحة لا يستطيع أن يتقرب إلى الله ليه؟ والثاني رفض لأنه ليس زبيحة لأنه ليس زبيحة لأنه موضوع خارج من دماغه هو ليس حسب تدبير الله الذي تكلمت عليه من شوية فإذا كل من جاء يرفض الزبيحة طبعاً نحن نتكلم عن الإسلام رفض زبيحة الزبائح نعم اللي هو المسيح نعم هو خارج عن طاعة الله خارج عن كل هذه السنفونية الرائعة التي في كتابنا المقدس الغريب أنه هو بيعترف بالزبائح يعني هنا وهنا كده بيعترف أنه إبراهيم قدم زبيحة بدأ الإسحاق طبعاً بيعترف بقربان قابيل وهابيل بيعترف بيرد على اليهود أنه هات لنا طيب حاجة تأكلها النار تنزل النار من السنة تأكلها وهو قال لا مش يعني ما أنكرش أنه لا مفيش صحيح وانتو كالزبيحة صحيح يعني إذا أنت بتعترف بالزبيحة طيب أنت إذا مش فاهم مش فاهم وأتى بما عنده تماماً تماماً زي قاين زي قاين صحيح يعني هو يريد أن يعني يختلق عقيدة ودين رفضت من قاين هذه الطريقة التي ابتكرها ومن رسول الإسلام أيضاً فكل انتهج من فكره الخاص نعم 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 لكنك تاخد كلمة تقول أنا هاخدي بس أرفض ده نعم ده لا منطق ولا بحث ولا شيء يعني يقترب بأي حال من الأحوال من دراسة أو أي شيء أمين وصادق طبعاً هنا ما بكصد المستشار أحمد كل البيتنا والكتابنا المقدس فهنا أمثلة لتأكيد المسيح على صلبه وموته ليس على شيء يشبه لهم مثلاً يحنى 8-28 قال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو متى رفعتم ابن الإنسان على الصليب وسآتي طبعاً بالمعنى من الكتاب المقدس الساعة ستفهم أني أنا هو وأنا هو هو اسم أسماء يهوه أنا هو يحنى 12 يقول الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً وأنا إن ارتفعت عن الأرض هنا كان يقول متى رفعتم ابن الإنسان وهنا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع أهل دليل قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن يموت مش أن يمات لا هو اللي هيجده هو مزمع هو مخطط هو ده دي الرسالة بتاعته نعم نعم يبقى مش هو بيقول الكلام ده بتكلم عن تشبيه لآخر بتكلم عن نفسه عزيزي المستشار أحمد عن نفسه بتكلم هنا مشيراً إلى أية ميتة نوع الميتة لأنه لازم أن يعلق أمام الكل على الصليب ده اللي بتكلم عنه المسيح فإذا ما تجي إنت تاخد فكرة من كتابنا المقدس وهي الصلب صلب المسيح ثم تحاول أن يعني تختلق فكرة أخرى بعيدة عن الحق الإلهي الموجود في الإنجيل المقدس ماذا أيضاً عن كلام المسيح شوف الكلام ده واضح إزاي بالتفاصيل يقول المسيح لتلامزه ها نحن صاعدون إلى أوروشاليم وابن الإنسان ده لقب هو لنقل المسيح يسلم لمين إلى رؤساء الكهنة وده اللي حصل في الأول والكتبة ده المجمع كله فيحكمون عليه بالموت ده اللي حصل في المجمع وبعد كده يسلمونه إلى الأمم بلاطس ويرودس ايه التفاصيل دي يا عزيز المسلم أنت حينما تأتي إلى الإنجيل أنت تأتي إلى صخر الدهور لا تأتي إلى كتاب تستطيع أنك أنت تحاول أن تختلف فيه فكرة ده الكلام ده واضح ده تفاصيل المسيح يقول لتلاميذه قبل الصلب إحنا رايحين أوروشاليم هناك رؤساء الكهنة والكتبة اللي هم الفئات الحبروية بتاعة الأحبار اليهود هيمسكوني تكلم عن نفس ابن الإنسان يحاكموه وحاكموه في المجمع يحكموا عليه بالموت حكموا عليه بالموت طب ما تموتوه ما ينفعش ما عندهم شي السلطان أن يقتلوه قانون في قانون في دولة بتحكم وهو الاحتلال الروماني طيب راحهم ودينه إلى الأمم يعني إيه أمم؟ يعني مش يهود واضحة ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم نعم ايه ده؟ ايه التفصيل ده؟ جلد بسق هز يعني هز نعم يقتلونه نعم وبعد القتل ما هي ظلم يتلاق يقوم في اليوم الثالث نعم طبعا وفي مرات يتكلم عن الصلب بكل وضوح بس صعب أن يجيب كل الآيات لأن الوقت يعني مش هيساعدنا في متة يعني فيه أمر عجيب جدا حصل في متة وأنا لو قعدت كده هخلص الحلقة دي بس في كلام المسيح نعم بس لكن أنا عاوز ألفت النظر إلى أمر هام أن المسيح لا بد أنه مات قبل أن يقوم وقبل أن يصعب في متة 26 ومذكور بالمناسبة في بشائر أخرى وفي مكان يسوع في بيت عنية في بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها قرورة طيب كثير الزمن دي أخت أخت العازر فسكبته على رأسه وهو متكئ وبعدين التلاميذ تزمروا أنا هنا طبعا مش جايب كل الكلام فعلم يسوع وقال لهم كلام كثير هنا برضو فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني يعني هذه المرأة المسيح جالس في مجلسه جاءت وسكبت الطيب على رأس المسيح على طيابة التي أيضا يتم تطيب الميت بها فبعض التلاميذ تزمروا وبعض الناس ومنهم يهوز نفسه لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء فالمسيح قال لهم لا تزعج المرأة هذا الطيب لأجل تكفيني فعلت ذلك لأجل تكفيني وهي التي فازت بتكفين المسيح قبل أن يموت على الصليب الوحيد الذي كفنا وهو حي بالطيب طيبة تكفين هو المسيح لا يوجد حد سكب الطيبة عليه وهو حي عشان هيموت نعم نعم إذن كلام المسيح ده يعني فين ممكن تدفنوه هو بتكلم عن موت بتكلم عن تكفين فلا يمكن إغفال أكثر من ستين حدث كلام للمسيح فيه يؤكد أنه حتما لا بد حيموت وحيقوم يكسر شوكة الموت سمعوني يا حباء المسلمين اغتنموا الفرصة أرجوكم الموت الأبدي دفع عنكم على الصليب لو أنت عطيت نفسك فرصة وصليت للإله اللي خلقك وخلقني وقلت له ارشدني إن كان هذا هو الحق ارشدني إليه افتح ذهنك اعطي فرصة لروح الله ليعمل فيك لأن بعدين بعد الخروج من هذا الجسد ليس هناك فرصة فأرجوك اغتنم الفرصة الموت الأبدي سحقه المسيح على الصليب وحينما دفنوه في القبر لم يستطع القبر أن يصمر لأن المسيح عين وقت قيامته وقام في اليوم الثالث لماذا يقوم عشان يكسر شوكة الموت فلا فلا يستمر موتا أبديا خلاص كسر شوكته فحينما قام المسيح أعطى كل الذين لهم هذه الطبيعة قدرة القيامة من الموت في قيامة المسيح لأنه كسر الموت شق الطريق أمامنا دفع التمن الخطيئة المميتة أمات الموت وقام من الموت طيب الفرصة قدامك اغتنم هذه الفرصة اركع وصلي للخالق العظيم قل له ارشدني لن يتركك إن كنت صادقا صدقني طيب يا رجل يا أختي صلي ولو حصل حصل ما حصل أنت ما خسرت لكن إنك تتيب الفرص قدامك وبعدين لن ينفع الندم على الإطلاق فهنا أمام هذه المقدمة يسقط شبها لهم من بدره صحيح قبل أن ندخل إلى النبوات صحيح صحيح إحنا يعني في الكتاب عندنا أدلة مادية واقعية عندنا أدلة منطقية عندنا شهود عندنا حياتنا اللي إحنا عايشينها بالإضافة لشهود القرآن اللي هو بيقول لك جمع كانوا شاهدين شايفين أنه ده مصلوب وكل دول بيشهدوا أنه ده كلام المستشار أحمد مهر نعم أيوه فأنه في جمع شايف أنه المصلوب ده المسيح صحيح كل دول شهود صحيح يعني مش بس شهودنا يعني خلينا ححطها كده بين قرسين أنا عايزة قبل ما أتكمل أديكي نص قرآن بيأكد كلامك طيب وقولهم إن قتلنا إن قتلنا المسيح صحيح صحيح يعني حتى اليهود اللي أعداء المسيح نعم طبعا أنا قلت أنه في خطأ في النص القرآن ارجعوا الحلقة السابقة صحيح يلا كمّل فكرة ذيك بناء على إن القرآن بيدعمك أيوه القرآن بيدعمني فأنا عندي كل ده وأروح بعدين أمسك نص بيقولي شبها لهم أصله هرطوقي يس صح طب إيه ده ما فينك يا مسلم فين المنطق يعني أنت عدد بتاع أسئلة كبير جداً الحلقة اللي فاتت صحيح كلها أسئلة منطقية وقادي عندنا كلام المسيح نفسه عندنا كلمات المسيح على الصليب الحلقة اللي فاتت ولسه هندخل في القيامة في الأدلة في الأول وبعدين القيامة الحلقة الجاية بنعمة المسيح إذا ربنا أدانا العمر طيب كل ده وأنا مفروض أن أنا أسيبه وأروح لشبها لكم صح ده اللي هو اللا منطق بقى ده بالزبط ده اللا منطق صحيح نمى المنطق أنا أمامي أمامي تفاصيل التفاصيل اللي مش هذكرها صحيح لأن ذكرتها الحلقة السابقة نعم في كل تفاصيل الدقيقة ولسه هنا في النبوآت في تفاصيل دقيقة كمعان فأنا أأتي لها نعم طيب خلينا نكبل طيب أنا عاوز أدخل لهذا العنوان بكرى النبوآت وتأسيس الذبيحة دي بكرى النبوآت حنشوفها فين حصلت بس قبلها أوريك التطبيق بتاعها عشان لما نجي للنبوآت تكون واضحة قدامك عادة بنذكر النبوآت والتطبيق أنا عام للعكس نشوف التطبيق وبعدا نرجع للنبوآت شوف معايا هنا وفي الغد نظر يوحن والكلام هنا عن يوحن المعمدان نظر يوحن يسوع مقبلاً إليه فقال هو ذا الذي يرفع خطية العالم هو ذا إيه؟ إيه اللي هيرفع خطية العالم؟ هو ذا المسلوب هو ذا المعلم هو ذا إيه؟ الذي يرفع خطية العالم وخطية خلي بالك مش خطايا لأن الخطية هنا بتكلم عن مبدأ الخطية اللي حصل مع آدم السقوط في الخطيئ وكيف أن نسل آدم كله ابتلي بهذا الأمر إذا كان خطيئة أو ثمارها أو إلى أي شيء لكن ليس الأكل ليس عشان آدم قطف أقول أنا القطف بتاع آدم ده الحركة اللي عملاه يبقى أنا هعمل زيه هقطف ده اللي أنا أتكلم عنه اللي عاوزين يعني يفهمه طيب هوذا إيه بقى خلي بالك معايا كذا بيقول هوذا حمل الله الخروف ليه حمل ليه يقول حمل عن المسيح شيء مفروض يلفت النظر لأن الحمل هو اللي بيقدم زبيحة الحمل الذي قدم في جنة عدن الحمل اللي حنشوفه بعد شوي الحمل الذي قدمه إبراهيم ليفدي إسحاق نعم طب هنا إزاي يقال عن المسيح حمل ويجي الأحباء المسلمين بكل سزاجة يقول لك آه المسيح بتاعكم خروف نعم طب ما قال خروف بمعنى خروف له أربع حين بتكلم عن رمزية الفداء في المسيح أنه الحمل الذي يحمل خطية العالمة هي قدامك مش هايزة شرح كتير نكمل هنا هذا ده كلام يوحنى المعمدان هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعد رجل صار قدامي لأنه كان قبلي مع أنه يوحنى أكبر من المسيح بستة أشهر لكن هنا يوحنى ما بتكلم عن الولادة الجسدية ما بتكلم عن لاهوته قبلي ده أزلي ويكمل وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله هذا الشهادة بقى عن أزلية المسيح عن ألوهية المسيح ثم وفي الغد أيضا كان يوحنى مرة تاني واقفا هو وإثنان من تلاميزه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال إيه ده هيقول عنه إيه هو ذا حمل الله في إصرار نعم على خلع لقب لاهوتي كتابي أساسي على المسيح نعم هو الزبيحة طيب هل الموضوع ده تفرد به يوحنى المعمدان خلينا نشوف مثلا بطرس الأولى طمنتاشر الأسحاح الأول طمنتاشر وتسعتاشر يقول الوحي المقدس عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة في فدائه افتديتم التي تقلتمها من الآباء بل بدم كريم بلا عيب ولا دنس دم المسيح بس شبه بإيه بيقول لك كده كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح الإصرار على حمل نروح لسفر الرؤية شوف معايا في سفر الرؤية بيقوله وَذَا قَدْ غَلَبَ الْأَسَدُ الَّذِي مِنْ سُبْتْ يَهُوزَ أَصْلُ دَاوُدْ لِيَفْتَحَ السِّفْرَ وَيَفُكَ خُتُومَهُ السَّبْعَةِ آه يبقى هنا مش حمل لا استنى وَرَأَيْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ الْعَرْشِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ الشِّيُوخِ خَرُوفٌ قَائِمٌ كَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ وهنا لازم أقف وكفة أشرح في شيء خروف قائم قائم كأنه مذبوح ما زالت آثار الصلب لكنه قام قائم واقف مع أنه فيه آثار صلب مذبوح لكنه واقف ازاي؟ في خروف بيكون مذبوح واقف؟ لا هذا رمز عن المسيح الذي مات وقام فهو في وسط العرش برمزيته الشفاعية الكفارية أنه شفيع وكفاري لكل البشرية طيب الأسد هي دي بقى هنا المسيح ما أخذ الرمزين دول في الكتاب المقدس ولم أسمع مرة مسلم واحد يقول المسيح أسد عندكم لأنه عارف وكأن الأسد يشير إلى صورة معينة هو مش عايزة هو فاكر أنه كلمة خروف استهزاء ده اللي أنت بتدفع فيه التمن بعدين لأنه هنا الموضوع مش خروف هنا الخروف بيرمز لإيه؟ ذبيحة طيب الأسد إلى السلطان إلى الملك إلى القوة إلى أنه بطش بالشيطان هذا ما مملكة الشيطان فهو الأسد الغالب والأسد معروف في العرف الإنساني أنه ملك الحيوانات فبالتالي لما يشير إلى المسيح كأسد أسد في عدله أسد في قوته ولكنه في رحمته وديع كالخروف فهو يقدم ذاته فهنا بتشوف في المسيح في الوداعة والذبيحة وبتشوف في السلطان الألوهي أنه ملك الملوك ورب الأرباب نعم كمان وإحنا لسه في موضوع الحمل موضوع الخروف الزبيح عايز أروح لي أعمال الرسل أصحح تمانية في واحد مبشر رائع جدا اسمه فيلبوس ثم إن ملاك الرب كلم فيلبوس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أوروشاليم إلى غزة التي هي برية فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان قد جاء إلى أوروشاليم ليسجد يعني اليهود في الحبشة من زمان لأن هذا يهودي جاء يسجد في أوروشاليم وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي الشعياء بيقرأ إيه بقى في النبي الشعياء قال الروح لفلبوس تقدم ورافق هذه المركبة فبادر إليه فيلبوس وسمعه يقرأ النبي الشعياء فسألوا فيلبوس فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وطلب إلى فيلبوس أن يصعد ويجلس معه كان بيقرأ في صفر الشعياء وجاء فيلبوس بإرشاد من الملاك أنه يرافق هذه المركبة المركبة بيقود حصان حصانين رافق وسمعه بيقرأ في النبي الشعياء كان مناسب أن يفتح معه حوار قال أنت فاهم ما تقرأ قال له كيف إن لم يرشدني أحد كان بيقرأ إيه وفيلبوس جنس إيه فيلبوس يهودي رجل يعرف اللغة العبرية خليني أخذ برضو بالتسلس نشوف هو أول كان يقرأ ماذا وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل شات سيق إلى الذبح خروف ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاهو إلى الآخر كلام كثير فأجاب الخصي فيلبوس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ففتح فيلبوس فاهو وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع بعدين كلام كثير ممكن تجروه في أعمال الرسل الثمانية فنزل كلاهما إلى الماء فيلبوس والخصي فعمده وذهب في طريقه فرحاً نعم فيلبوس ما قال له أنا ما عارب يتكلم عن مين أول ما قرأ كشاة تساقي للزبح قال له آه الكلام ده نبوء عن المسيح نعم تعال أنا أشرح لك أخذوا شرح له الرجل آمن وعرف أن الإيمان لا بد أن يجتاز بداية بالمعمودية قال له هذا ما ماذا يمنع أن أعتمد قال له إن كنت أؤمن من كل قلبك يا جوس قال له أؤمن أخذوا عمدوا والرجل ذهب في طريقه فرحاً إذن هنا المسيحيون الأول نحن نتكلم عن الرسل هنا نعم نعم فهمين النبوءات اللي شرح المسيح نعم وأول ما كان بيقرأ كشاة سيقة إلى الزبح وكخروف صامت ما شفناش فيلبوس بيفكر يقول له استنى لما يجيني جبريل أو يكلمني أو أخذ رسالة على الفور أو أشوف ده المسيح أو محمد مثلا نعم على الفور بشره بالمسيح فأنا إيه اللي خليني وأنا عندي مثلا يعني أشياء زي كدا أروح أنا أصدرها أو أهربها لمفهوم آخر نعم غير المسيح حق في الشاه لكي بعدين نشوف أم النبوءات بكر النبوءات طيب خروج شعب بني إسرائيل من مصر لما نروح في سفر الرؤية وأنا أقول الجزئية دي ممكن ترجعوا لها بيقول كده صراحة مصر حيث صلب رب المجل نعم مصر وصلب المسيح والمسيح تصلب في مصر المسيح لم يصلب في مصر لأن أول فصح في تاريخ البشرية الفصح الذي هو المسيح كان في مصر أول فصح فالوحي لما بيقول حيث صلب رب المجل لأنه هنا بيتكلم عن الفصح اللي هو رمز الرموز للمسيح نعم نعم في خروج اتناشر وشعب إسرائيل في مصر وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا كلمها جماعة إسرائيل قائلين يأخذون لهم كل واحد يأخذ إيه بقى شاتا صحيحة ذكرا ابن سنة ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية وبعدين ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتب العليا في البيوت التي يأكلون فيها ده لما يرجع الأحباء المسلمين من الحج يزبح ويحط على الحيطة الدم جبته من فين؟ وده أساسه بني إسرائيل في مصر علشان يحميهم المسيح رمز المسيح الفصح أخذوا من دمه ووضعوا على القائمتين والعتب العليا مظلة الفداء مظلة الدم الموت لا يستطيع أن يدخل كل من احتمى داخل هذه البيوت لم يدخل الموت بينما ضرب أبكار المصريين حتى اللي ممكن يكون يهودي من بني إسرائيل ولم يقبل لم يفعل هذا الأمر أيضا الموت دخل إليه فهنا يقول لهم ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبروا عنكم ولهذا يسمي الفصح يعني عبور فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر أنا عندي خيط في الكتاب المقدس واضح جدا هذا الخيط عن الحمل الذي يقدم وعن الفداء خيط الكفارة من التكوين ماشي كده معي لحد صفر الرؤية نعم ويشير إلى شخص واحد بذاته باسمه المسيح نعم فكيف بعد كده ويجي شخص يعني مش معروف مين هو يقول لي شبها له نعم أنا آسف يعني هذا كلام لا يقبل لا منطقاً ولا تاريخاً ولا عرفاً ولا أي شيء أرجع لأم النبوءات أم النبوءات في جنة عدن أو بكر النبوءات ستكوين ثلاثة بعد أن سقط آدم وحواء يقول الرب الإله وأضع عداوة بينك وبين المرأة هنا الذي يحاسب كان الشيطان وبين نسلك ونسلها نعم المرموز هنا الحية هو يسحق رأسك وأنت تسحقين أعقبه نسل المرأة يسحق نعم رأس الحية هو الشيطان طيب هنا بقى في إيه بقى ده الكلام بتاعنا وصنع الرب الإله لآدم ومرأته أقمص من جلد وألبسهما أقمص من جلد طبعا مش محتاج أقول لكم أنه مفيش مصانع جلد موجودة في ذلك الوقت يعني وليه جلد بالذات ما هو ممكن يكون أي حاجة ممكن يكون قط ما كانش في قط الله كان يقدر يعمل مثلا مش هو الخالق بالضبط وبعدين أكيد كان فيه يعني الرب زرع يعني زرع الرب كل حاجة أكيد كان في قطن كان ممكن يغزي الملايكة عنده ممكن يغزي الملايكة يعني إذا حبينا نفكر في الأمر حتى لو بطريقة بشرية لا الحلول كثيرة صحيح لكن ليه جلد بالذات لأن الجلد هو جلد الزبيحة جلد الحمل نعم إذا هناك زبيحة زبحت وسترت عرية آدم حواء وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة بدون إراقة دم زبيحة بريئة لم تفعل أي شيء في المسيح لم يفعل شيء قدم ذاته لكي يستر عرية الإنسان لكي ما يفدي الإنسان لكي ما يغطي يكفر هذه الكفارة كفر يغطي بدمه خطية الإنسان وبالتالي بتشوف بكرى النبوءات في الكتاب المقدس تبدأ من جنة عدن مباشرة بعد السقوط بعد السقوط مباشرة نعم فإذا من البداية وضع الرب لآدم حواء ونس لهما الرجاء إنه هناك رجاء هناك خلاص هناك فداء كفارة هذه الكفارة التي كان رمزها الحمل الذبيحة الحيوانية في الكتاب المقدس إلى أن جاء المسيح الأصل الذي قدم ذاته كيف يقول المسيح هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه ليه لماذا يبزل ابنه لماذا يقدم ذاته على الصلب ليه إذا كان الزبائحة الحيوانية هي الأساس والتكفي لكنها كانت ظلا لأصل رمزا لحقيقة فالأصل والحقيقة الحق الإلهي هو المسيح اشتري نفسك وصلي قبل فوات الأوان يبقى هنا أنا بس مسكت نبوء واحدة فقط بالمناسبة اختصرت يعني آيات كثيرة جدا لكن أحب أن أقول أمام هذه النبوء الواحدة تتهاوى محاولة شبها له نعم نعم نبوءة أكمل أدخل بقى إلى مرحلة أخرى المسيح تكلم عن صلبه وموته وقيامته في اليوم الثالث خليني أذهب إلى هذا العنوان تآمر رؤساء اليهود على المسيح وتسليمه للأمم حتى المؤامرة حتى المؤامرة التي حبكت على المسيح هي لها برضو جزر نبوي نعم لها جزر نبوي خلينا نشوف في مرقص يقول المسيح نحن صاعدون إلى أورشالين وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتب فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم متى 26 وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله ده لما مسكوا في المجمع يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه عايزين يقتلوه بأي شكل حتى لو شهود زور مع أنهم عنديهم أخاب وكيف قتل نابوت اليزرعيلي بشهود زور وكيف عاقبه الرب أنه مات في حقلة لحست الكلاب دمه في حقلة نابوت اليزرعيلي الذي قتله بشهود زور هذا الكلام يعلمه هؤلاء الأحبار ويقولون لي أن اليهود توخوا شهادة الزور لكنهم يعملون هنا على المسيح لأنه ضيقم المسيح بطهره ونقائه وتعاليمه ومعجزاته لم يستطعوا والجمهور الذي ذهب وراءه ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوح حتى يقتلوه فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بلاطس البنطي الوالي يعني أنا في الجزئية الأولى جبت كلام المسيح الذي هو كنبوة لأن المسيح هو الكلمة قال أنا حيسلموني في أورشاليم الكتبة والكهنة إلى الأمم أهو حصل يعني مش بس نبوءات في العهد القديم حتى المسيح كلامه الذي قاله يتحقق فأوثقوه ومضوا به إلى بلاطس لوقى 23.8 إلى 12 بعدما بلاطس بعت لهيرودوس وأما هيرودوس فلما رأى يسوع فرح جدا وسأله بكلام كثير فلم يجيبه بشيء ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد فاحتقره هيرودوس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بلاطس فصار بلاطس وهيرودوس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما يعني حتى المسيح وهم يتداولونه كان سبب سلام لأنه رئيس السلام طيب الكلام ده فين نبوءات الصبب دعوا في الكتاب المقدس عند اليهود أذهب إلى مزمور 2 لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه أمم الشعوب تكلموا بالباطل تآمر الرؤساء رؤساء الكهنة الكتبة الفرسين على المسيح طيب إذن كيف يتآمرون على قتل المسيح والمسيح في حياته يتم التآمر عليه ويتم تسليمه للصل ثم فجأة نجد تعبير شبها لهم أمام هذه النبوءات تسقط عبارة شبها لهم هل شرف للمسيح أنه يحصل فيه كده يعني أنه يتحط حد مكانه يعني للحظة كده تذكرت على ابن أبي طالب طبعا يتحط مكان محمد بنفس الطريقة يعني بطريقة الخداع ومعليش هستخدم كلمة يعني خصة تبتحط واحد بدلك عشان يموت بس هل ده شرف للمسيح أنه حد يتحط مكانه حتى لو كان عدو للمسيح ما هو إحنا شفنا الحلقة اللي فاتت هو غفر لأعداؤه لصالي به طبعا لصالي به وفجأة هو مش موجود لأنه رفع في الخفاء رفع إيه الشرف للمسيح في الحادثة دي لا لا بالمنظور الإسلامي رغم الخدعة بيدفنوا على الخدعة يعني ما بيبصوا لها وهذا الإله الماكر خليه على جنب التعليل الغير مقبول إطلاقا أنه هو ينقذ المسيح ويعطيه كرامة فياخده نهي فين الكرامة؟ أنت عايز تعمل كده يعملوا جدام الناس بالضبط نهي الكرامة تبقى جدام الناس مش أنت أهنتوا جدام الناس والناس كلها شافتوا وتصلب إيه يعني الناس شافتوا تصلب إيه تصلبوا مت وخلصت على كده خلينا نديك رؤية تضرب هذه الرؤية القرآنية في مقتل نهاردة أنت جايب واحد مصارع بتقول عليه هذا أقوى رجل في العالم دخلته الحلبة وحينما أتى المصارع الذي سيصارعه سحبت هذا المصارع البطل وقلت لا أنا ما ممكن أخليه للمهانة دي وشلت في الخفاء وخبيته ما في حد شافه لكنك قلت لكي أكرمه فأنا إيه أخذت بعيد هذه الصورة الإسلامية الصورة الحقيقية أن هذا المصارع وقف في الحلبة وسحق هذا الكاذب الذي يدعي أنه يستطيع أن يقف أمامه وسحقه تماما وأعلن انتصاره هذه الرؤية الكتابية لأن المسيح لماذا أتى أتى ليسحق الموت فحينما أتى إلى الموت الآن أنت بتشيله بتقول لا هنا الكرامة الحقيقية أن المسيح هو الوحيد في الكون كله استطاع أن يهزم الموت لوحده ولا واحد يستطيع ذلك بالمناسبة الموت أقوى قوة عرفها الإنسان على الإطلاق لا يوجد أقوى من الموت في عالم الإنسان لا يوجد يأتي المسيح ويسحق الموت طيب تبقى مهزلة إن بقي المسيح في الموت لكن الرائع قبل أن يموت أكد أنه سيقوم وفي اليوم الثالث فكون المسيح يقوم هذا هو الانتصار ولذلك لا تجد مسلم يتكلم عن القيامة صحيح بيخافوا بيرتعبوا من القيامة صحيح بيوقف عند الصليب وخلص بيوقف عند الصليب يقول لك إزاي يصلب فين أبوه هذه الأسئلة السازجة اللي يعني سمعناها مرات عديدة وهم بيعملوا نفسهم مش فاهمين لكنهم فاهمين طيب ما هو أنت لما تيجي للصلب ويصلب ثم يموت ثم يسحق الموت ويقوم ده الانتصار نعم مش الانتصار أنك تأخذه في الخفاء وما فيش حد يشافه وتقول لا ده انتصار ده مش انتصار ده خيبة ده خيبة ده نكسة الانتصار الحقيقي أنه المسيح يعدي بهذه الألام وينتصر عليها جميعا وينتصر على الموت ليه سنيرفع عنك الألام والموت لكن لو مشى زي ما جه مشى ما قيمة المسيح ده مش المسيح بتاعنا اللي احنا بنعرفه المسيح الحقيقي الذي أتى أتى ليكسر ويسحق الموت إلى الأبد وكل من يؤمن به يعطيه هذه العطية مجانا ما بتدفع فيها فلوس تأخذ مجانا على أن تسلك فيها بعد ذلك بالتوبة والقداسة من زي ما كذب أحمد ديدات وقال المسيحيون يعملوا ويشربوا ويسكروا ويزنوا ويجدوا طرحوا خطاياهم عن المسيح كذب ولذلك سهل جدا أنك تمسك أحمد ديدات في أكاذيبه ولذلك تم فبركة المناظرات لو أنتم شطار طلعوا المناظرات الحقيقية مش بعد ما حصل لها المنتاج عشان كذا القاس أنيس لما حفظ المناظر الحقيقية شفتوا الرجل مهلها لزاي فالأكاذيب لا تصمت فهنا نحن عندنا المسيح اجتاز الموت وكسر الموت عنديكوا حد اجتاز الموت وكسروا ما فيه فدي هي الحقيقة التي يخاف منها الشيطان نا 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 ولذلك خدع البعض بعبارة شبها لهم ليه عشان بيخاف من الصليب لما جوا رؤساء الكهنة انزل على الصليب انزل على الصليب ليه عايزين ينزل نا علشان خايفين من اكمال الصليب بالموت والقيامة نا بطرس الرسول لما قال للمسيح قبل حلول الروح وقوز حاشاك يا رب أن تصلب وهو نفس الفكرة نا بتاعت المسلمين احنا عايزين نديو كرامة لا ما يصلب المسيح قال ايه لي بطرس هذا الصوت ليس اسهب عني يا شيطان هذا ليس كلامك أنت تهتم بما للناس وليس بما لله هناك خطة أزلية فإذا كل من يأتي إلى الصليب ويحاول يطلع المسيح من الصليب هذا فكر الشيطان نا صحيح الكرامة الحقيقية الانتصار ليس الكرامة الحقيقية الهروب من المعركة نا نا صحيح فإنت لما بتقول رفع شبها لهم رفع بعد هروب من المعركة التي أتى خصيصا من أجلها عندنا الكثير تفضل طيب المسيح له كل المجد يتكلم عن عهد جديد بدم المبارك عهد جديد بدم المسيح الذبيح الحقيقية في متة وفيما هو هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا يعني كتابنا المقدس فيه كلام عهد جديد وفيه بالمناسبة عبارة عهد عتيق وعهد قديم برضو أحمد ديدات فيه كان في مرات يقول لك أتحداكم طلعوا لي عهد جديد أكيد طلعوها لو بس قطعوها مين قال ما فيش في كتابنا عهد جديد المسيح بلسانه بيقوله هذا يتناسب مع نبوءة إرمياء النبي العهد الجديد ماذا قال الوحي المقدس في إرمياء قرن سابع قبل الميلاد هأيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا فيه عهد جديد هو يقول الرب لأن أصفح عن إثمهم في العهد ذا حيكون في صفح عن الإثم ولا أذكر خطيتهم بعد الزعي لأنه في كفارة بهذا العهد الجديد تتهاوى أيضا نظريات شبها لهم أمام كلام المسيح بالعهد الجديد أعتقد سنأخذ آخر جزئية أنا أعرف أنه باقي لنا 25 دقيقة تقريبا آخر جزئية عن يهوزة الإسخريوطي لأنه فيها تفاصيل التفاصيل يعني مش خلاص واحد سلمه عشان يجي يقول لأسو الشبه ألقي على يهوزة من العار أنه يعني كاتب القرآن تركت تفاصيل موجودة في الإنجيل عن يهوزة وأنتم ستندهشون أحباء المسلمين ستندهشون حينما ترون التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ليس فقط ما حدث ليهوزة ولكن تطابقها مع النبوآت التي قيلت عنه حتى يهوزة نعم حتى يهوزة سمحي لا أذهب تفضل للعنوان تفضل خيانة يهوزة بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها في متى 26-14-16 حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوزة الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم دون إيه ده واحد من تلميزه نعم راح بتشاور برا بيتكلم معاهم عن المسيح بالشر والخطيئة نعم في مزمور 41-5-9 أعدائي يتقاولون علي بشر متى يموت ويبيد اسمه وإن دخل ليراني يتكلم بالكزو هو قلبه يجمع لنفسه إثما يخرج في الخارج يتكلم معايا بشكل نعم ويطلع برا مع رؤساء الكهنة يتآمر علي ده فين ده في المزمور يعني المسيح شرح كل ده للتلاميذ زي ما ذكرنا في المقدمة نعم من موسى والمزامير والأنبياء صحيح طيب أنتقل إلى جزئية في يوحنى 13 ماذا قال المسيح فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذى سمعان الإسخاريوط أن يسلمه من اللي ألقى الشيطان قال له بطرس يعني قال لبطرس يسوع الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه اللي هو يهوذى الإسخاريوط لذلك قال لست كلكم طاهرين لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب آه يعني في نبوه الذي يأكل معي الخبز رفع علي يعقبه هذا المسيح يتكلم بالنبوهات اللي عنه نعم نعم إيه يا عزيزي مستشار أحمد دي حتى تودوها فين دي يعني المسيح وهو يأكل العشاء الأخير مع تلاميذه رجع إلى النبوهات وقال هذا في النبوهات موجود يهوذى الإسخاريوط أنا أرجع له دلوقتي وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني أنا مش الشبيه نعم هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه عينه قال له أنا كاشفك عارفك فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذى الإسخاريوط سمعان الإسخاريوط فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة لنت ناوي تعمله يلا بسرعة روح يعمله تلاميذ ما فهمه كانوا فاكرين عشان معاه الصندوق إنه هيتبرع بشيء للمساكين بس المسيح هنا بيحذر يهوذى أنا شايفك وكاشفك نعم كذا مرة حاول ينقذه يهوذى لم يسمع ثاني الكلام ده إنه هنا أخذ اللقمة وأعطاها لسمعان وهنا ليتم الكتاب كذي ما بيقول المسيح ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه ده المسيح بالسانه نعم الكلام ده فيه المزمور 41 أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه إيه الرواعة دي نعم بصراحة إيه الجمال دي إيه القوة دي نعم يعني المسيح له كل المجد هو موجود بيرجع للنبوءات نعم يعني مش المسيحيين اخترعوا صحيح وبعد كده نرجع للنبوءة نجيها في المزمور اللي أشار له المسيح فدي الرواعة دي القوة مش أنت تيجي تفتح الكتاب تقول أنا حاشوف النبوءة دي مثلا عن فلان وعن فلان ما تنفعش أصداموا ترابطة متماسكة مع بعض موضوعنا أمام شبها لهم تسقط هذه النظرية القرآنية تماما أكمل لنشوف تفاصيل التفاصيل في متى 26 يقول المسيح إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فأجاب يهوزة الاسخريوطي مسلمه وقال هل أنا هو يا سيد؟ قال له أنت قلت أنت قلتها يعني أنت هو اللي بتقوله أنت هو هتتوب ولا هتعمل إيانة كذا ماضي كما هو مكتوب أنا ماضي مش محتاجك لماذا أدخلت نفسك في هذه القضية أيضا في متى 26 47 وخمسين وفيما هو أي المسيح يتكلم إذا يهوز أحد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصيم عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو امسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحب كل ما دي بتهزني بصراحة لسه بيقول له يا صاحب لماذا جئت؟ موضوع مش محتاجك أنت جاي ليه؟ أنا وجاي خصيصا لذا دخلت نفسك في النص لفلوس حينئذ تقدموا وألقوا الأياد على يسوع وأمسكوه دين يا ظلمة التلميذ مع المسيح مع 11 تلميذ في بستان هتشوفي أشخاص وكفين لكن الملامح في الليل صعب لكن يا هوزة لو أنا بعرفك وشفت الظلمة هيعرف هيئتك من صحيح طبعا وذهب إلى يسوع وقبل الذي أقبله هو هو هذا الأمر يتناسب مع المزمور هذه النبوءة لأنه ليس عدو يعير يعيرني فأحتمل ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحل لنا العشرة إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور يعني المسيح بيتكلم بروح النبوءة في الأنبياء عن ما سيحدث لهم نعم تتهاوى نظرية شبها لهم نعم وإحنا شفنا ذا وهنشوف إزاي بعسيده لسه التفاصيل إحنا داخلين ليعا بهذا العنوان الثلاثين من الفضة ثمن الخيانة ومصير الفضة حتى مصير الفضة على نبوة نعم مش ممكن يعني مش ممكن يكون دا واحد خدور عشان يسلبوه لازم تكون واقعيين ومنطقيين مش ممكن يكون كلام محرف مرتبط ومنسجم ومتكاتف مع بعضه وكل آية تزكي الآية الأخرى كل نبوة تؤكد تطبيقها صعب عشان كده حياتك الأبدية أثمن أغلى من أي جدال نذهب إلى نشوف هذا العنوان ثلاثين من الفضة ثمن الخيانة ومصير الفضة متى ستة وعشرين حينئذ انذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوز الإسخريوط إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطيني وأنا أسلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه جعلوا ليك ثلاثين طيب النبوة لما تكلمت تكلمت كام قالت عشرة عشرين خمسين شوف النبوة وشوف دقة الوحي المقدس زكريا 11 فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة ثلاثين هنا أيضا تتهاوى نظرية شبها لهم نعم زي ما بنشوف هنا النبوة موجودة إحنا بنتكلم عن قرن سادس قبل الميلاد تقريبا زكريا نعم فقبل المسيح بستمائة سنة نعم وش بعد المسيح بستمائة سنة نعم تيجوا تتكلم هذا المفارقة الغريبة نعم صحيح قبل المسيح بستمائة سنة بيتكلم عن هيبيعوه بكم مين اللي هيبيعوه بكم من الفضة طب ومصير الفضة حتى مصير الفضة بس معايا كده في زكريا 11 فقال لي الرب ألقها هذه الفضة إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب ألقاها إلى الفخاري فين في بيت الرب مش في أي مكان طيب نروح للتطبيق دي النبوة نروح للتطبيق شوف معايا في متى 27 حينئذن لما رأى يهوزا الذي أسلمه أنه قد دينا ندمة ولد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأتوا إذ سلمتوا دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر أنت اللي تشوف احنا ما لنا دخل فطرح الفضة في بين في الهيكل وانصرف شوف الدقة بتاعت النبوة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب نعم إيه الدقة دي ده حتى المكان اللي رمى فيه الفضة نعم واحد شال فلوس كده رماها قال لك ترمت في البيت بتاع ربنا ناجي هنا للتحقيق نلقاها ترمت في بيت ربنا نعم وعايزين يقنعوا الناس إنه لا 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 ده كل ما شبها لهم حتى دي شبها لهم صعب طيب فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا شوفي هنا بيشهدوا على نفسهم ده ثمن دم نعم ثمن دم الذي يسلم من هو المسيح نعم يعني هم عرفين إنه اشتروا يهوزة بتمن نعم ليسلم المسيح ليقتل المسيح وكان هذا هو الثمن الثلاثين من الفضة فلما رجعت لهم الفضة تانية هنحطها في الخزانة بتاعت بيت الله لا شوفي يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل صحيح صحيح قتلوا إنسان ومش عايزين يدخلوا الفلوس يدخلوا الفلوس في بيت الرب بس عليهم دم دم نعم يعني هذا المنطق إلى حد كبير هو المنطق الإسلامي صحيح يأتي وقت فيه يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله نعم ولك الحب في الله والبغض في الله حاشا الله محبة بغض إيه في الله ماذا علينا أن تأبصر فتشاوروا انت فاكر النبوة عن حقل الفخاري آهي بتتحقك هنا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لذلك سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم يعني الحد اليوم اللي بيكتف فيه تلاميذ المسيح هذا الإنجيل سمي حقل الدم حين إذن تم ما قيل بأرمياء النبي القائل وأخذوا السلسين من الفضة سمن المسمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب وهنا بنشوف التطبيق يشير إلى أرمياء لأن العهد القديم من النبوآت تبدأ كانت بأكبر أطول صفر وصفر أرمياء وكان يشار إلى كل النبوآت بأرمياء من باب إطلاق الكل على الجزء يعني زي ما أنا أقول هات الإنجيل ويجيب للكتاب ده ده مش بس الإنجيل ده التوراة والأنبياء والمزامير والإنجيل والرسائل والرؤية لكن من إطلاق باب من باب إطلاق الأشهر على الكل فكان أرمياء كذلك لأنه أطول صفر وكان في المقدمة فإذا حتى لو قلت أرمياء أو حددت الصفر بذاته أرجع إلى الأنبياء فهنا بنشوف تفاصيل تفاصيل هيتبعها بتلاتين من الفضة والتلاتين من الفضة هيرميها يهوزة في الهيكل ليس في أي مكان ويأخذوا التلاتين من الفضة ويشتروا بها حق للفخاري نعم ما أقول كل ده شبها لهم يا جماعة ما ممكن لازم تكونوا أمناء لحياتكم لحياتكم الروحية صحيح طيب لما جاء تلميذ المسيح حصل أمر غريب جدا مكان يهوزة يهوزة كان واحد منهم نعم واحد من الاثناشر فعايزين يختاروا واحد بدل يهوزة تصوري حتى دفيه نبوة حتى اختيار واحد مكان يهوزة بعد موت يهوزة طبعا بعد منتحر بعد منتحر فعايزين يجيبوا حد مكانه مكانه لأنه دي خدمة دي رسولية نعم ده مش مكان خادم أساب مكانه نعم دول الرسل نعم فهنا خدمة رسولية دول المؤسسين طيب خلينا نشوف في أعمال الرسل واحد بعد القيامة وقبل حلول الروح القدس كان ينبغي بطرس بيتكلم أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح فقاله بفم داود يعني داود من ألف سنة اتكلم عن يهوزة نعم عن يهوزة الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم تخيلي دا حقل الدم حقل الدم اللي هو يعني اشتروه بالتمن بتاعه نعم حقل الدم وبعدين بيقول هنا دا أنا وسقت الجزئية الأولى لكن هكمل بعد شوية بس هنا قدامي أنه يهوزة الإسخريوتي اشترى اقتنى من حقل الدم الجزئية اللي احنا قريناها من شوية نعم في في زكريا وجي تحقيقها حصل وجينا في أعمال الرسل اللي جينا التلاميذ فاهمين آهو كلامهم ينبغي أن يتم هذا المكتوب ايه اللي هو ايه بفهم الروح القدس روح الله مين اللي قالوا داود النبي قال ايه عن يهوزة الذين قبضوا صار دليلا للزينة قبضوا عليه أنه حيكون بالفلوس دي يتم شراء حقل من أجرة الظلم من أجرة الظلم يعني حتى نهاية يهوزة الإسخريوتي مكتوب عنها نبوة وبعد كده تيجي تقولوا شو بها لهم مش حينفع حنشوف نهاية يهوزة بقا في أعمال الرسل وفي الإنجيل المقدس لكن خلينا أروح للعنوان دا نهاية يهوزة المأساوية حتى دي عليها نبوة حتى دي عليها نبوة يعني شوف تفاصيل تفاصيل التفاصيل مزمور 109 لتكن أيامه قليلة ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة دا عن يهوزة لأنه راح خنق نفسه لما نروح لمتا 27 حينئذا لما رأى يهوزة الذي أسلمه أنه قد دين ندم ولد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأتوا سلمتوا دما بريئا ثم مضى وخنق نفسه جو التلاميذ بعد ما خنق نفسه وقبل أن يحل الروح القدس عايزين يختاروا البديل لأن هم 12 وزي ما قلنا دي خدمة رسولية فشوف العجب بقى أن هؤلاء التلاميذ فعلا روح الله يقودهم نرجع إلى أعمال الرسل واحد كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوزة الذي صار دليلا للذين قابضوا على يسوع فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها لأنه مكتوب في سفر المزامير خلنا أشرح الحتة قبل ما نقرأ مكتوب إيف سفر المزامير يهوزة شنق نفسه نعم لكنه سقط وكان كأنه عقاب لأنه المسيح قالها صراحة خير له لو لم يولد صحيح تبتبيع المسيح اللي هو يعني ما عمل كل خير قدامك وده سيدك معلمك كل المعجزات اللي انت شفتها ولذلك لم يحتمل يهوزة خنق نفسه وانقطع الحبل وسقط فشقه فاندلقت أحشاؤه نعم قل لك الكتاب صار ذلك معلوما يعني مش حصلت حاجة مش في الخفاء مش في الخفاء نعم يعني ما ينفعش يهوزة يكون هو الشريح لأنه مات موتة مختلفة عن الصليب نعم ما سبش الحتة دي فاضية نعم لتصر داره خرابا ولا يكون فيها ساكن يعني اللي هيحصل كده نعم نعم فانت لما ترجع للكتاب تلاقيه مترابط بالشكل ده مش من السهل انك انت تحاول تختلق أمر جديد ليس احنا ما خلصناش في الحتة دي في الاختيار وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120 فقال أيها رجال الإخوة كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوزة الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع لأنه مكتوب في سفر المزامير وليأخذ وظيفته آخر يعني مش بس مكتوب عن الثلاثين وحيرميها في الهيكل ثلاثين من الفضة وهيشتروا بها حقل الفخاري وأنه هيشنق نفسه وينتحر لذا مكتوب حياخذ مكانه آخر يا للروعة مش ممكن تقول لي شبها لهم تسقط هذه النظرية تماما احنا نتكلم عن كتاب مترابط بشكل بديع مدهش مش كلام مش متح بس حقيقة واقعة أسطرها أمامكم الآن سطرها الوحي المقدس لأجل نجاتكم فاغتنموا الفرصة لأنه مكتوب في سفر المزامير وليأخذ وظيفته آخر عملوا إيه بقى فأقاموا إثنين يوسف الذي يدعى بارسابة الملقب يستصوم التياس وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين الإثنين أي اخترتوا طبعا في مقاييس اختاروا بها الأثنين مش أي اثنين ده اشترطوا أن يكونوا من أول أيام يحنى المعمدان صحيح اللي معاهم متابعوا شايف صحيح ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوزة ليذهب إلى مكانه اللي اختاروا ثم ألقوا قرعتهم فوقت القرعة على المتياس فحسب مع الأحد عشر رسولا نروح لسفر المزامير هل في فعلا يأخذ وظيفته آخر لازم نشوفه طيب مزمور 109 لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر إذن تتهاوى بلا شك يعني نظرية شبه هلهم لا تستطيع أن تقوم لا تستطيع أن تقف لا تستطيع أن تصمد لا أمام يهوزة اللي مات ميتة مختلفة ولا أمام المسيح اللي أعلن عن نفسه وأنا قدمت وكل هذه النبوءات معنا وإحنا لسه إحنا ما ماء بالبدال مندهش أن الوقت خلص صحيح إحنا لسه ما تكلمناش عن الصلب وعن الأمور الدقيقة التي حصلت في الصلب كلها نبوءات موجودة فأمام المسيح له كل المجد الذي أخبر التلاميذ عن خيانة يهوزة الذي سيبيعه لصالبه بتلاتين من الفضة والأشياء الدقيقة التي تكلمنا عنها الفضة والحقل وحق للفخاري نعم وعهد جديد وقبلها تكلمنا عن المسيح كيف تكلمه المرأة التي سكبت الطيب أخ العازر نعم ما ينفع أنا عايزة بس عشان إحنا بقينا أيان حتى أجل من ثلاث دقايق الحبكة بتاعت الخدعة يعني محكمة الخدعة لدرجة يعني مزهلة بصراحة لأنه أنا سابني الإله المكار ده ساب لي كل التفاصيل دي كلها وكتاب وتلاميذ ورسل وكل الدنيا دي كلها سابها لي كده وجابني النحي التاني حبك كمل الحبكة هو نص واحد كم كلمة وفي نفس الوقت فين الحواريين مش موجودين اختفوا ممكن يكونوا رفعوا هم كمان فين أم عيسى مش موجودة ملهاش وجود طيب فين رسالة عيسى بعد كده هي ايه ما فيش مش موجود حبكة فعلا يعني أنت طبعا بتتريجي إنها مهلهلة لا صديقني أنا أنا لا أنا فعلا منزهلة وجادة إنه دي طبعا إحنا بنتكلم على أساس إنها هي بنخاطب الأحباء المسلمين لكن إذا بالشكل ده هي فعلا حبكة يعني بس أنا هختلف معاك في الحتة دي لأن إذا كانت حبكة كان مفروض يشيل التفاصيل تكاشف نفسك المين اللي يأنهي تفاصيل الكتاب المقدس ما هي التفاصيل هو سبهالي عشان أنا ايه أكون مؤمنة بيها تماما مية في المية وكده يعني ما أنا حكون مخدوعة كيف طيب ما أنت لو عنديك التفاصيل دي بالنبوءات بالتطبيق بتاعها هتسقط شبها له ما مش ممكن المسيح اللي قلنا سبع كلمات المرة اللي فاتت وبيتكلم يكون حد تاني غيره ما هنا أجي أنا بجأ أمسك إله المكار ده وأوريه إيه اللي عمله لأنه أنا بتكلم بأمانة سبلي الكم ده كله عشان أنا أكون مخدوعة تماما مية في المية وفي نفس الوقت هنا شال كل حاجة ما فيش أي دليل حتى المنطق ما فيش وسبهالي كده فيبقى حتى هو جاي يقول لي أنت شبها لك بس أنا هخليك كده برضو أنت أوكي أنا عارفة يعني حأخذ الفكرة بتاعتك تنطلع على من على اللي ما عندوش اطلاع على الكتاب المقدس زي الأحباء المسلمين ده ده إحنا كمان إذا صدقنا إنه في إله مكار طبعا لا ما إحنا متكلم إسلاميا إحنا بنتكلم إسلاميا لو في إله مكار أه ممكن يعمل كده وهيكون فاشك طبعا بس هل في إله مكار فعلا حاشة حاشة لي فإذا اللي ممكن يصدق زي الأحباء المسلمين المصدقين لكن لو طلعوا على الحق بيسيبوا الإسلام على طول نعم أنا بشكرا كتير طلعوا على الحق بصدق يعني بشفافة شكرا لك شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كتير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح هنكمل في الموضوع وهنكون في انتظاركم